قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعدوا بها روها التلمذي والنساء وهو حديث صحيح ماذا قال الرجل لما عطس في الصلاة الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى تفتح أبواب السماء أيضاً لدعاء الاستفتاح كما روى عبد الله بن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كثيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القاء الكلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء عجبت لها فتحت لها أبواب السماء ما هي؟ دعاء من أدعية الاستفتاح الله أكبر كثيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلة رواه مسلم وفي رواية والذي نفسي بيد إني لأنظر إليها تصعد حتى فتحت لها أبواب السماء وفي رواية لقد ابتدرها إثنى عشر ملكاً وفي رواية لقد ابتدرها إثنى عشر ملكاً